موسيقى انا اسمي محمد محمد امين كنت طالعا معاش وكنت أصلا بتاع شونة حريمة محبة الميرنة الاحزاية بعد 50 سنة انا برحلة البداية بتاعت التفصيل بالاساس بيجي الاستنباط وبعدين بفصل عليها الفورا من الواحد اربعين لحد خمسة اربعين خمسين حسب النقاساتك ما بتجيدي موسيقى انا اسمي محمد عطايا بسلبي احزايا شغال بعد 22 سنة في المهنة بس مش يعني كان برضو وراسة من عبويا في المهنة ودخلت فيها حوالي 13 سنة هنا بنشتغل اول حاجة في التفصيل بنشوف الجلد كله وعيوبه عندنا موديلات بنشتغل عليها بيكون الموديلست اللي هو مصمم الفرد عاملها استنباط بنشتغل عليها بنطلع احنا الدفاعات في جوانب الفاردة او الجزم يعني المهنة دي بدأت فيها عند 10 سنين بقالي دلوقتي 32 سنة فيها ماشتغلتش جانبه ماليش مصدر رزق للصنعة ليه باخدها متقطعة انا بجمعها زي كده عشي اسمي محمد عباس اخترت المانة عشان المانة كويسة تعلمت فيها ويش حبيبها يعني 26 سنة شغال في الصنعة في المجال دول متعلم ومهتني بيه جبتا ان افضل حاجة تعلمتها متايعلي ليه هي الصنعة ديه جميعنا مصنع سيني هنا الناس صحابات المصنع بيجوا يصوروا الحزير بتاعتنا ومنبهرين بيها وبيشتروا جزم ليهم هم لانهما بصنعوش منتجات جلدية بصنعوا حاجات سكاي هي الاساسة لكل شي يعني اي مصنع حتى مكان متطور لازم برضو يكون العمل اللي هدو فيه اللي دي المصنع متعودة طبعا على شغل اللي هدو طبيعي في كل المهنة لازم اشتغل وانا لازم اعمل انتاج عشان اعرف اخد مرتب اللي انا عايزه ما انا مش معقول اخش المصنع اعمل عشرة جواز كل يوم عشرة جواز واجه اخر لازبوع اقول انا عايز فلوس لا لازم اطلع 100 جواز و200 جواز و300 جواز لازم اشق شوية عشانا لا يعني اول ما بنخش المصنع هنا طبيعي بننسى مشاكل الخاصة بيه نحن اشغال في المهنة ديت اللي انا عندي 13 سنة كنت بدرس وشغالها في نفس الوقت فيه هنا حضرتك فرص عمل كتير وفيه 110 مصنع في العشرة من رمضان واللي عايز يتعلم صنع ييجي والمكان مفتوح لها يحق النهاردة بقى لنا حوالي سنتين اهو كل الناس رجع تشتغل تاني الايل العاملة احنا بندور عليها بدأنا نعمل مراكز تدريب عشان خاطر الناس اندخل شباب صغير يبدأ يشتغل كله دي بقى ترجع تاني يشتغل في المهنة طبعا كل حاجة فيها الصعوبة بتاعتها ممكن بلاحظة كده الدائلات تتريتش طبعا نلاقش تسكينها بلاحظة وكده تلاقش تسكينها بتنطر الحاجة واخدين عليها ونحطها في بكل وخلاص وانتهتوا وبنشتغل عادي ممكن يحصل لي ضرر في حاجة عادت شهرين قبل كده المغزم الأماكن ما بنعيش حد يعيننا فيها في الشهر أو الشهرين دول إحنا اللي مستعملوا من إحنا شغالين دايما بأجرة الشوم الحرف الأدوية قلت لما الصناعة السين دخلت مصر قلت إحنا إحنا نفضل نبس أحزيت بلدنا ونسيب أحزيت برد جزمة يدوي أحسن من جزمة مثلا مستوردة يعني الشهر دي دو أحسن من المستورة دي إحنا عندنا هنا جلود جلود طبيعية وجلود ممتازة جدا مشاكلنا مشاكل الخامات والعمالة مشاكل الخامات الجلد الجلد اللي هو جلد المصري أحسن جلد يعتبر في العالم من البشرة النعمة بتاعته وبيصدر إلى الصين والإيطاليا وأسبانيا وبرتغال بيصدر لكل الدول دي المؤسف إن حجم صدراتنا من الجلد في السنة مليار ونص جنيه في حين لو البضاعة عادية اللي بتصدر الخامات اللي بتصدر دي خام دي اه 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 اتصنعت هتعدي من 15 إلى 25 مليار جنيه ترجمة نانسي قنقر